السلام عليكم هذه المحاضرة الثانية والعشرون سوف نتحدث في هذه المحاضرة عن محاولة رسم تودي لمنظور نلاحظ أننا سوف نقوم بتقليد الشكل الفراغي هنا يوجد عند تفعيل ميزة أورثو في أتوكاد فإن الحاسب يرسم بشكل أفقه وشاقوله نلاحظ عند تفعيل ميزة أورثو فإن الحاسب يرسم بهذا الشكل الآن نريد أن نرسم في المناظير مع رسم على زوايا مائلة يمكن أن تتم العملية بعدة طرق من بينها استخدام ميزة في أتوكاد نقول لها الأمر سناب حيث الأمر سناب يحتوي ضمنه إمكانية تسمى ستايل عند إعطاء ستايل يخيرنا الحاسب بين النظام ستاندرد أو إيزومتريك فنختار إيزومتريك فيطلب مقدار قفز مؤشر سوف نعطيه حاليا عشرة ثم الآن بعد إعطاء عشرة سنقوم بتجاهل هذه القفزة عن طريق إزالة تفعيل زر سناب في الشريط السفلة نلاحظ الآن أن المؤشر عند الرسم يصبح كأنه يرسم على أوجه من أوجه المنظور نلاحظ حاليا كأنه يرسم على الوجه اليساري ولتغيير الوجه الذي نريد أن نرسم عليه نكبس المفتاح F5 فنلاحظ أن الحاسب كأنه انتقل إلى الوجه الأفقه الآن سوف نحاول البدء برسم هذا الشكل فنلاحظ نعطي أمر لعين ونحدد نقطة ثم نسير بالفقرة نحو اليمين بمقدار 300 الآن الحاسب لا يستطيع بعد ذلك الحركة بالاتجاه الشاقولة فإذا أردنا أن نغير اتجاه الحركة نغير F5 الآن نحو الأعلى 300 إلى اليسار 20 إلى الأسفل 240 ثم إلى اليسار 180 ثم نشكل الدرجة إلى الأسفل 30 إلى اليسار 100 ثم Close الآن إذا أردنا أن نعطي أمر Copy واخترنا الشكل كاملا اخترنا الشكل Enter نريد أن نحركه بالاتجاه Z فنلاحظ المؤشر لا يتحرك نكبس المفتاح F5 فنغير اتجاه الحركة فيصبح الحاسب يحرك الكائن بالاتجاه Z الآن نقوم بوصل الخطوط بالأمر لعين عملية وصل عادي إذن هذه ليست رسم فراغة وإنما رسم تودي للمنظور إذن نحن نرسم على شكل تودي نقوم بإيصال الخطوط مع بعضها عن طريق الأمر لعين ونلاحظ أن المؤشر مع F8 يسير بشكل تلقائه حسب اتجاهات المنظور ثم عن طريق الأمر الترم نقوم بإزالة الخطوط الغير مرئية والخطوط التي لا تزال عن طريق الأمر الترم نقوم بمحيها الآن شكلنا هذا الشكل سنقوم الآن برسم المدخل هنا الباب نرسم لعين طوله 100 نحو الأعلى ثم عن طريق الأمر كوبي ننسخ هذا اللعين كوبي ننسخ هذا اللعين نختاره نحو الداخل 100 ونحو الخارج 100 عن طريق الأمر كوبي طبعا مع تغيير F5 لتناسب اتجاه الحركة الذي نريده الآن المشكلة هي في عملية رسم هذه الدائرة ولكن في الواقع يمكن رسمها عن طريق أمر القطع الناقص حيث نلاحظ هنا أن أمر القطع الناقص يتوفر على خيار إزومتريك نحدد مركز الدائرة ثم نصف قطرها هذا الخيار لن يظهر إلا إذا كنا في موديل سناب إيزومتري الآن رسمنا الباب ثم نجري له كوبي نحو الداخل نلاحظ إذا الفأرة لم تكن تتحرك نغير F5 حتى تظهر الحركة المطلوبة بمقدار سماكة الجدار وهي 20 نقوم بوصل الخطوط نقوم بوصل الخطوط ثم عن طريق الأمر الترم نقوم بإزالة الخطوط الزائدة إذن رسمنا الدائرة بالأمر قطع ناقص بالخيار إزومتريك سوف نعيد الأمر مرة ثانية هنا نحتاج الأمر مرة ثانية لرسم الدرجة نعطي أمر إليبس قطع ناقص EL ENTER نحدد مركز إيزومتريك ثم نحدد مركز القطع ونصف القطر 100 إذن يرسم لنا قطع ناقص يناسب المنظور الإيزومتريك نقوم بقص الخطوط الزائدة الآن عن طريق الأمر كوبي ننسخ نصف القطع نحو الأعلى دائما إذا كان الفأرة لا تتحرك بالاتجاه المناسب عن طريق المفتاح F5 نغير حركة الفأرة نصل الخطوط نلاحظ أيضا أن الحاسب هنا يعطي نقطة ربع عند مكان رسم المماس ثم نمح الخطوط الزائدة وهكذا يتشكل لدينا الشكل نعود فنقول أن هذا الشكل هو رسم تودي وليس سريدي إذن رسمنا تودي يحاكي الرسم الفراغي الرسم الفراغي مختلف جدا هنا رسمت نفس الشكل ولكن رسم فراغي في الرسم الفراغي نستطيع مشاهدة الشكل عن طريق كبس شفت مع دولاب الفأرة فنستطيع التحرك حول الشكل إذن هذا رسم فراغي للشكل مختلف عن الرسم التودي كما أننا نستطيع أخذ اتجاهات نظر مختلف للشكل نستطيع مشاهدة واجهات الشكل مصاقط الشكل من اليسار من اليمين من الأعلى من الأسفل والمنظور إذن هذا رسم فراغي أما هذا الذي رسمناه قبل ذلك فهو عبارة عن رسم تودي للشكل الفراغي هذا الرسم التودي مفيد أحيانا مثلا في بعض الرسومات الخاصة بالميكانيك أو الخاصة بالتمديدات الصحية فنستطيع نحن عن طريق المفتاح F5 رسم مثل هذه التمديدات فهذه العملية تساعدنا في مثل هذه الرسومات ترجمة نانسي قنقر